هذا يعتمد على الدواء وفيه بعض الأدوية تعتمد على الوزن فكثير من الأطفال لما يجي في البداية يبدأ الطبيب بجرعة قليلة أول شيء عشان العراض الجانبية قد تعتمد أيضا على موضوع الوزن فلما يكبر الطفل حتى لو استقر الحالة في بداية الدواء يبدأ الآن الطبيب مع الأشياء الأخرى مثل موضوع الوزن إلى موضوع الأعراض والعراض الجانبية لو في البداية العلاج أموره مرة كويسة مثلا بعد سنتين أو ثلاثة بدأت الدواء ما كأنه يشتغل أو فعالية صارت محدودة أو ضعيفة هنا قد يحتاج الطفل إلى جرعة أعلى فيغير الطبيب بناء العدة عوامل أهم العوامل استجابة وجود العراض الكينيكية وبعض الأدوية أيضا الوزن يعني كتلة الطفل هذه العوامل يعني يعتمد عليها عملية تغيير جرعة الدواء أما بالزيادة أو حتى لو في عراض جانبية ممكن ينقص الجرعة أو يغير الدواء أما سلو 我تتعلم لأسفكة الجرعة أو حتى لو في عراض جانبية سائلتوяниي designation اشتركوا في القناة